ما أعتقد الآن الإطار مشكلين ضغوط سياسية على السوداني بهذا الشكل اللي تفضلت به أنه لا تذهب مع هذا الاتجاه، ذهب مع هذا الاتجاه، ذهب مع أمريكا، لا تذهب بالعكس أنا أعتقد مطي كامل قرية تعال شون يكبل الآن السوداني؟ أن يخطو خطوات مهمة لا لا، نحن اليوم مثلا خطوات الدولار يعني إنسى واحدة من المشاكل اللي حقيقة تنذر الحكومة وتنذر الشارع العراقي بخطر كبير لأنني أسلفت بالحديث صحيح واحدة من الحلول اللي ممكن أنه مسألة الدولار طبعا الدولار هو يتهرب بطريقتين حقيقة والدولار سيطر على الدولار بمنفذين منفذ الأول اللي هو الرسمي إنه جميع الجهات اللي ممكن تحتاج إلى الدولار عن طريق استيراد بضاعة وإلى آخره تذهب عن طريق المنفيست والخطابات البنقية الرسمية وبالتالي رح يكون عندنا سيطرة أيضا على السلع وهذا بيها مردودات مالية للضريبة رح تشتغل والقمرق وإلى آخره والسيطرة على المنتج اللي داي يدخل للإراء هذا بيها منفع للشارع المنفذ الآخر اللي هو الآن الأداة الأساسية لتهريب الدولار وعدم السيطرة عليه مثل ما ذكر جناب الضائف إنه وإن كان احتياط اللي الآن قللوه بالنسبة للبنك الفدرالي إنه المسيطر على الدولار بالعراق اللي هو مسألة الحوالات يعني الخطوة الأساسية الواجبة على الحكومة العراقية أن تتخذها أن توقف جميع الحوالات إحنا ما عدنا ترى بالمناسبة شون مكتب حوالة مفتح بفلان شارع يشتغل بكلا مليون دولار دقاقين تتعامل بالدولارات لعد شغل البنك شنو من سئلة يقول هذا ميني بنك يعني هذا بنك صغير ماكوهي شي ما عدنا بأي بكل دول العالم ما موجود أكو مكتب صيرفة اللي هو تغيير العملات حسب تسعيرات البنك المركزي أما حوالات تتحول بملايين الدولارات هذا مو شغل هذا منفذ رئيسي وأساسي لتهريب العملة بالتالي هذا المنفذ أسدة وأبقى المنفذ الرئيسي اللي هو البنوك الرسمية للاستيراد وتصدير وبالتالي أنا قللت رح تكون أدي نقطة جدا مهمة شوفها سروسيا أنا أطيق مثل بسيط يعني أنا سأني عندي عمل وشغل في روسيا سعر الدولار مع الروبل الروسي قبل الحرب اللي أقامته كل دول العالم والعقوبات على الدولار في روسيا كان سعر الروبل ثمانين من سووا العقوبات ثمانين مقابل الدولار من سووا العقوبات نزل سعر الدولار إلى ستين وارتفعت قيمة الروبل هذا ما موجودة ليش بلعك لأنه بلغ الشعب أنت تعال شو سوى بالدولار تعال تعاملاتك وروبل أنت شو تريد أنت شنو اللي تريده عندك بضاعة للاستيراد تعجب ليها بشكل رسمي تريد السافر أنا أطيق القيمة اللي أنت تحتاجها بالتالي أنت شو سوى بالدولار هاي السيطرة على الدولار قلّة للطلب علي بالتالي قلّت قيمته بالأسواق الروسية هاي تعتبر شو سوى من سياسة النقدية هاي نقطة واجبة على الحكومة تتخذها حتى السيطرة علي ذكرت لي نقطة مهمة وهي قلت للإطار خليه برحتها السوداني ما كذيك الضغطات الكبيرة عليها لا تروح لهذا المحور ليش ما يبدأ بخطوات مهمة يعني أنا أمطيك دلالة للكلام يعني شوف اليوم الإطار ما فرض على السودان لا تذهب بهذا الاتجاه هو اذهب بهذا الاتجاه زار السعودية وزار إيران وأمضى بالاتفاقات السابقة اللي ماشية مع عمان والأمور ماشية بهذا الاتجاه حقيقة لكن الإطار نوعا ما يمتلك رؤية استراتيجية أنه وهذا متفق عليه حتى قبل تشكيل حكومة يعني متفق مع السوداني حتى قبل تشكيل حكومة بالتالي السوداني الآن والمهمة الأساسية اللي يطلبوها من عنده الآن هو النزول إلى الشارع هو تمثيل تفعيل البرنامج برنامج الخدمات يعني هسا تشوف الإطار وباقي الكتل السياسية الشيعية الآن ما يهمها مع من يتفق يهمها كيف يفعل برنامجه وكيف يرضي الشارع الناقم الشارع اللي هم أمامهما سأنتخابات مجالس محافظات بس بالتالي انت من تجي تريد تقدم وتنفذ برنامج انطيني البرنامج وين البرنامج خلي سيخير غياب البرنامج هو اللي راح ممكن جنابك تسأل هذا السؤال وكل الشارع العراقي يسأل شنو اللي قدمتوا لنا بهالي 30 سنو ترجمة نانسي قنقر